وما زالت المسيرة المنورة بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسك بأيدينا ويفتح لنا عالم الأنوار عالم أسرار سرته المباركة ويعلمنا من الدروس اللي نعرف فيها أن الإنسان يقدر يعيش بالنور في حياته دي مهما تغيرت الأحوال ومهما كان فيه صعوبات وشدائد لكن نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يخترق كل هذه الجدر عشان النور بتاعه يوصل لنا ونتبرك به ونعيش مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة عن نحكي من سيرة حضرة النبي مشهد مهم جدا من مشاهد السيرة وموقف مهم جدا من مواقف السيرة الموقف ده بيقول أن بعد قدوم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بعد خمس تشر حضرة النبي ماذا فعل؟ آخة بين المهاجرين والأنصار وبالمناسبة هناك أهل السير بيقولوا أن فيه كانت مؤاختين مؤاخة ما بين المهاجرين ثم مؤاخة ما بين المهاجرين والأنصار وكانوا تسعين رجل من كل طائفة خمسة واربعين وتم داو المسجد بيتبني وعشان كده احنا جبنا حدث المؤاخة بعد ما تكلمنا عن بناء المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم آخة ما بين المهاجرين والأنصار وقيل أن المؤاخة كانت في الفترة دي لدرجة أن المهاجرين كانوا ممكن يورسوا الأنصار والأنصار يورسوا المهاجرين لغاية ما نزل قوله تعالى وقولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فخلاص بقى كل واحد فيهم لا يارث التاني وحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال تأخوا في الله أخوين أخوين ثم أخذ بيدي سيدنا عليه والعلي دوت اللي خلانا قلنا زي ما قالوا أصحاب السير أن كانت فيه مؤاخة ما بين المهاجرين دي بقى الكلام عن مؤاخات المهاجرين مع بعضهم ورفع صلى الله عليه وسلم يد سيدنا عليه بن أبي طالب فقال هذا أخي فقال السير بيقولوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت المؤاخة ما بين سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد وعليه بن أبي طالب أخوين خلاص دولا كانوا أخوين ما بين الصحاب ولما نجمع النصوص بتقول إن المؤاخة زي ما قلنا كانت مرتين زي من بن نص على ذلك سيدنا الإمام بن عبدالبر وغيره الأولى كانت ما بين المهاجرين بعضهم لبعض قبل الهجرة على الحق والموساة فأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر وبين حمزة وزيد بن حارثة المرة الثانية بقى اللي قاله سيدنا أنس بن مالك إن حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وجعل بينهم حلفا في دارنا يعني جاء آخا بينهم وحلفوا على ذلك وبلغ من كرم الأنصار للمهاجرين إن قال المهاجرين يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير كفونا مؤنة واشركون في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله بيقول له بيقول له ده كده أخدوا الأجر كله يعني إحنا هيفضل لنا إيه الأنصار عملوا كل حاجة فإحنا هيفضل لنا من الأجر إيه فقال لا ما أسنيتم عليهم ودعوتم لهم وهنا بقى نقف هنا حاجة مهمة جدا 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 وهنا بسميه ما يسمى بالامتنان الاجتماعي إيه اللي حصل اللقطة الأخيرة نرجع للكلام تاني هم المواجدين قالوا لرسول الله ده ذهبوا بالأجر كله يا رسول الله ذهبوا بالأجر كله عملوا وعملوا كل حاجة ده أشركون في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله فرسول الله صنم قال لا ما أسنيتم عليهم ودعوتم لهم حاجة مهمة جدا جدا بنتكلم فيها في صيانة العلاقات إحنا كلنا بنشتكي دلوقتي أن الناس عايشين في حياتهم وده اللي خلينا نتكلم في الموضوع ده النهاردة كل الناس بتعيش ويحسن أن ده هراه مكشوف مفيش حد يواقف وراها مفيش حد بيسندها حاسين أنهم لوحدهم ده بسبب أن احنا مش فاهمين إن المؤخاة ما كانتش ما بين المهاجرين والعنصار بس ده بين كل المسلمين ما بين كل المجتمع وكونوا عبادة الله إخوانا يبقى إذن لازم نعيش مسألة الأخوة الأخوة معناها أن في حد يحس أن أنا وكأني شريكه في حياته وكأني أنا شريكه في الزائد عن حكته وكأني أنا شريكه في الاهتمام ده يعني أن المجتمع ما ينفعش أن فيه واحد عنده جهد ولا عنده معنى يبخل بيه على المجتمع فيه حاسبه البخل المجتمعي البخل المجتمعي اللي بيعملوه ناس كتيرة وإحنا بنحاول نعلم أولادنا في الجامعات أن جزء من حياتهم هو النشاط الاجتماعي عشان ما يبقاش فيه بخل مجتمعي إحنا بنعاني في أوقات كتيرة بالبخل المجتمعي بنشوف ناس موجوعين وناس تعبنين وناس مكسورين للخاطر وما يمدش إلينا نساعدهم حضرة النبي بيقول إن المؤاخاة المجتمعية ركن أساسي من أركان الحياة ولزيك لما راح وأسس الحياة الممتدة الحياة اللي هتفضل والحياة اللي هتوصل لنا حياة المدينة حضرة النبي راح حاطت على طول حضرة النبي ما ننتظرش بعد خمس تشو راح مأسس مأسس تصور الجديد عن المدينة وهي تصور المؤاخاة وإحنا بنبني حضرة جديدة وإحنا بنبني حياة جديدة إحنا محتاجين المؤاخاة فيها هذه المؤاخاة هي اللي كانت بتحصن المجتمع عندنا من أي حد يتلاعب بنا ويقول لنا أنتو مش موجوعين لأن انتو ما عندكمش أخوة تعال عمل لكم جماعة وعمل لكم أخوة المجتمع لما كانت الأخوة بيعيشها وبيدوق حلوتها ما كانش أي حد ممكن ييجي يتلاعب أو يستغل احتياجنا أن إحنا يبقى عندنا سند أو عندنا صاحب أو عندنا انتماء أنه هو يستغل لده أسوأ استغلال الأخوة يا سيدي بتحسس الإنسان أنه هو قوي قوي ليه؟ لأنه حاسس أنه هو له من يحس بألامه وبيأوجاعه ويريد أن يخفف عنه ولكن زي ما فيه حد عيد عن حد الضرع التاني بتاع الأخوة المجتمعية والإخاء المجتمعي ضرع مهمة قوي قوي اسمه الامتنان المجتمع الناس اللي بيعملوا خير لازم آه هم بيعملوا خير لله بس لازم المجتمع يمتن لهم وده اللي بيخلينا نكافئ ناس كتير على أن هم عملوا أعمال مجتمعية ومحدش يقول إحنا بنكافئهم ليه؟ ما عملوا كده لله لا ده أمر ضروري وعشان كده زي ما بنقول للناس ادعموا الناس المحتاجين والناس الموجوعين والناس الشأنين ادعموهم بالأخوة المجتمعية لازم كمان الناس اللي حصل لهم الدعم بل والمجتمع كله يمتن لهؤلاء الذين قاموا بهذا بهذا الدعم طب نعمل إيه بقى؟ نعمل إيه لأن في الحقيقة إحنا عندنا زيادة أنا دايما لن أسميها كده زيادة في نفس بيت التوحش المجتمع التوحش المجتمع لنا إيه؟ في ناس كتيرة في وسطنا حاسين بالوحشة ولذلك أنا بقول إذا كان العمل بيقاس بمقدار ما فيه من مشقة كمان العمل بيقاس بمقدار ما يسد من حاجة الناس يعني كل ما تسد حاجة الناس ولذلك سيدنا عثمان بقى في هذه المرتبة العالية لإيه؟ لأنه جهز جيش العسرة الناس محتاجين فجهز جيش العسرة فأصبح سيدنا عثمان زى النورين وأصبح سيدنا عثمان تستحي منه الملائكة وأصبح سيدنا عثمان من المبشرين بالجنة عايز تبشر بالجنة؟ اعمل بمبدأ الأخوة المجتمعية مع كل الناس زي ما حدث النبي علمنا أن نسلم على من لا نعرف ومن لا نعرف يجب أن احنا نآخي ونساند من لا يعرف من نعرف ومن لا نعرف هو ده مبدأ الأخوة لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلامة بينكم يعني خلوا الدنيا سلام والمؤخاء كان المقصود بها أنها تكون كل المجتمع مجتمع سلمي وأمان حاولوا تنشروا طول الوقت مسألة الأخوة المجتمعية بالامتنان وبالعمل اللي ممكن يوصلنا أن احنا نحس أن احنا في أي وقت من الأوقات احنا نلاقي حد يساعدنا ما ينفعش أن نبقى في البيت الواحد والجران ما تعرفش بعضها والجران ما بتساعدش بعضها والجران ما بتقفش مع بعضها ده مخالف لسيرة حضرة النبي وسنة حضرة النبي وأول حاجة لابد أن احنا نعمل مبادرة أقول لكم حاجة احنا كنا في رمضان بالذات عندنا بعض الأشياء بنعملها في البيوت كانت جزء من الأخوة المجتمعية مش أن انت تاكل وجارك ياكل فبقى عندنا حاجة اسمها الطبق الدوار وخاصة في رمضان الطبق اللي بيخرج فيه طعام يروح لي جرانك كأنك انت عايز تقوله أنا مش هيهنالي أكل غير لما تاكل زي من نفس الأكل اللي أنا باكل فتعالوا نرجع تاني نبتدي بحاجة تاني جديدة تعالوا نبتدي في شهر رمضان نعمل سنة جديدة سنة تتعلق بالمؤاخر المجتمعية ما بيننا وبين الجران أن احنا نعمل ايه أن احنا نعمل مع بعض اتفاق على أن احنا نعمل أطعمة مختلفة ونوزع على الفقراء والمساكين نعمل كده وكأننا نجتمع معا ونعمل مبادرة أن احنا نطعم نطعم الناس اللي حوالينا في المكان أو نطعم مكان نحنا نعرفه فنجمع من بعض ونطعم ويبقى دوة النشاط المجتمعي يبقى احنا صحيح ممكن ما نكونش محتاجين احنا فيما بيننا أن حد يطعم حد فينا لكن احنا محتاجين أن احنا نجتمع على عمل الخير ويحصل لنا احساس بأن احنا اخوان الناس اللي هم حوالينا ده كمان ممكن نعمل كمان في رمضان وحاجة مهمة جدا في رمضان أن الناس جيراننا اللي احنا حسين أن هم محتاجين حاجة كذلك نتعمهم أنا ليه ببتدي بالجيران لأن الجيران ده أول مكون ممكن يحصل مما بينه التأخي فتعالوا نعمل تكافل مجتمعي في أول حاجة في البيت اللي أنا فيه في العمارة اللي أنا فيها وإذا ما كانش ده تعالوا نعمل تكافل مجتمعي في عائلتي وتعالوا نكتر تعاوى ومبادرات أن احنا نسد حاجة الناس اللي حاولينا في الدوائر القريبة مننا لو كل واحد حاول يعمل كده ويسد حاجة الناس اللي في الدائرة بتادي الحب يدب في روحه مرة تاني الحاجة التالتة كمان اللي احنا عايزين نعمل حاجة ان احنا عايزين نعمل زي ما نشوف عمل لما نشوف أي حد بيعمل عمل صالح تعالوا نتفق أن أي حد يشوف عمل صالح ويعرف صاحبه يبعث له ويشكره لو هو حد عمل عمل صالح وهو معاه ويقدر يتصل بيه في التليفون أو يبعث له رسالة لو سمحت تبعث له رسالة وامتني لي قل له أنا شاكر لحضرتك انت ممكن تشوف ان أنا الخير اللي انت عملته ده ما يوصل ليش بس هو في الحقيقة لا لان ساعة من تفعلت هذا الخير انت خليت المجتمع يبقى أحلى وأحسن وأجمل وخليت المجتمع كمان يبقى قريب من بعض انا ممتني ليك انا شاكر لك اللي انت عملت ده وتحسسه بان فيه حد بساعتها يرجع الكلمة تانية عشان ترجع الكلمة الطيبة ان الدنيا لسه بخير عارفين جودة المجتمع هي ايه ان اكتر الناس يقولوا ان الدنيا لسه بخير ساعة ما الناس هيقولوا العبارة دي يبقى احنا قمنا بواجب الأخوة المجتمعية يبقى احنا اتفقنا نعمل مبادرة ان احنا في العمرة الوحدة او في البيت الواحد نجتمع ونعمل مبادرة لسد حاجة الناس الامر الثاني احنا كمان نساعد اي حد موجود معانا في محيط المنزل بتاعنا في محيط العائلة حاجة التالتة امتنوا واشكروا الناس اللي بتقدم الخير والمساعدة للناس لان ده هيخلي الخير يبارك فيه ويتسع انا ما شفتش حاجة تسعد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم زي ان انت تمتن الحد فعل خير يا رب اجعلنا ممن يحفظون للناس خيرهم واجعلنا ممن يتنورون عندما يرون الخير يجري في المجتمع واجعلنا يا رب متآلفين المجتمعين ببركة انوار سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم يا رب اجعلنا في خير التآخي واجعلنا دايما في حصنك واجعلنا دايما في محل نظرك لانك تحب ان تنظر الينا ونحن مجتمعين على الخير فاكرمنا بذلك يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر